يوم واحد بيفصلنا عن بداية بطولة كأس السوبر المصري اللي بتقام بالإمارات تحديدا في أبوظبي مبارح خاض بيرامدز والأهلي أول تدريب بالإمارات كمان هنتكلم معاكم النهاردة عن توقعاتنا كده الفرق الأربعة بيرامدز وسيراميكا وطبعا الأهلي والزمالك مع ضفنا في الفقرة الرياضية من صباح الخير يا مصر بنورنا ومشرفنا في الستوديو الناقض الرياضي عبد الحميد فراج صباح الفل عليكم صباح الخير عليكم صباح الخير على كل مشاهد القناة الأولى وصباح الخير يا مصر صباح الخير عليكم نورنا وكلمنا في البداية بقى كده عن كواليس البطولة والمشاركة الأربعة فرق والأهلي كمان تحديدا في البداية طبعا بيستضيف الأشقاء الغاليين علينا جدا في الإمارات البطولة على أرضهم وفي ملاعبهم البطولة بأربعة مشاركة أربعة فرق مش بس فكرة البطل الدوري وبطل الكاس بقى الشكل الجديد للبطولة بوجود أربعة فرق نادي الأهلي طبعا بيشارك بصفته بطل الدوري نادي بيرامدز بيشارك بصفته بطل قسمص وأيضا نادي سيراميكا بيشارك بصفته بطل بطول الكأس الرابطة نادي الزمالك بالكارت الزهدي أو المشاركة اللي بتحددها الشركة الرعية باعتباره اسم كبير جدا وفريق جماهيري كبير وله ثقة وكبير وأول بالمناسبة من أننا نتكلم عن بطولة السوبر هو أول منتوج بلقب بطولة السوبر في أول نسخة اتعاملت لها بطولة أعتقد أنها بطولة قوية جدا قبل بداية الموسم المحلي المصري آه في أندية بدأت المشوار الأفريقي بتاعها النادي الأهلي بدأ مشواره وتخطى خلاصه ووصل لدور المجموعات نادي الزمالك أيضا كمل في مشواره بيرامدز أيضا وطبعا النادي المصري الرباعي المشارك سيراميكا ما كانش مشارك في البطولات الأفريقية ولكنه بيجهز نفسه تحت قيادة كابتن أيمن الرمادي في صفقات قوية للفريق فأعتقد وكل الناس مترقبة ومنتظرة انطلاق البطولة بكرة إن شاء الله عشان هتشوف مباراة ممتعة في نص النهاية وإن شاء الله أيضا يوم الخميس مباراة النهاية وتحديد المركز التالي هنبدأ معك عبد الحميد بالمباراة الأولى اللي هتكون بابين الزمالك وبيرامدز الزمالك طبعا بطل السوبر وطبعا معنويات في السماء مرتفعة جدا وكمان بيرامدز مقدم ماتشات ومواسم قوية جدا فريق يعني منظم شايف المباراة ازاي وفنيا الزمالك حالعب ازاي أمام بيرامدز الزمالك زي محرطك استعرضت منتاشي جدا ببطولة السوبر الأفريقية وخصوصا أنها كانت جاية من أمام المنافس التقليدي النادي الأهلي في السعودية طبعا فكان في معنويات عالية جدا وعايزين يكملوا عدوات عشان تبقى بداية موسم رائعة جزي جوميز مركز جدا على حتة البداية في البطولة بتاعة السوبر المحلي مش بيفكروا في المباراة النهائية لا بيتكلموا على مباراة بيرامدز تحديدا بكرة وهي مواجهة أنا شايفها 50-50 ماتش صعب جدا أمام منافس شارس وقوي بطل كاسماصر فريق بيرامدز عامل معسكر في تركيا بيرامدز بالمناسبة قبل البطولة ديت وبالمناسبة أيضا عامل صفقات جيدة يعني ضم يوسف أوباما من نادي الزمالك ضم مصديق أجولة وهو من أفضل الأجنحة الهجومية اللي كانت في البطولة الموسم المحلي في الموسم الماضي شايف أنها مباراة قوية جدا السكواد بتاع فريق أساسا بيرامدز سكواد جيد جدا وفيه عدد كبير جدا من اللاعبات الدولية لا يغيب عنهم سوى وليد الكارتي وهو أيضا لعب من اللاعبين المميزين على خلاف نادي الزمالك عنده غيابين أنا باعتبرهم من الغيابات المؤثرة نبيل نونجا كان تعرض للإصابة في معسكر منتخب مصر ومصطفى الزناري اللي كانت تعرض لإصابة في تمزق في أربطة الكاحل أعتقد أن السناء هيغيب عن مباراة بيرامدز بكرة مش هلحوا هم الحد مبارح وزملنا طبعا استعرض زملنا مصطفى استعرض في التقارير الرياضي الأجواء وكواليس في المعسكر وشفنا حالة معنوية كبيرة جدا من نجوم الفريق زيزو وشكبالة والأسماك كبيرة جدا أعتقد أيضا أن مران الزمالك كان بالأمس بيطفع عليه جانب معنوي عالي جدا وحماس كبير جدا من العناصر كلها الموجودة إن شاء الله هتبقى مباراة أنا بقول أنها خارج التوقعات بس يعني أتوقع أن هي هتكون مباراة ممتعة من جانب الفريق طب هنرجع للنادي الأهلي والشناوي وإصابته طبعا في مباراة مصر ومورتانيا فطبعا كانت إصابة كبيرة جدا هل هيتم الاعتماد عليه ولا ممكن يستبدله بشبير احنا شفنا بطبعا برضه أنا عايز بس أقول قبل منطمنا الجمهور على العشناوي نادي الأهلي محظوظ بأن عنده اتنين كبار جدا ومميزين جدا في مركز حراسة المرمضة الاتنين دوليين مصطفى شبير ومحمد الشناوي طبعا طمنا على الشناوي لكمل المباراة وكان فيه ضماضة كده على الراس كان هو تعرض له إصابة في أعلى الحاجب شفناه في تمرين الأمس وبالمناسبة تمرين حضر الكابتن محمود الخطيب والكابتن محمود رمضان حضر الكابتن محمود الخطيب طبعا على رئيس النادي كابتن محمود رمضان المدير الرياضي شفناه مش حاطة ضماضة وموجود وبيقد التمرين بشكل كويس جدا لزقة بسيطة فأعتقد أن محمود الشناوي جاهز من الناحية الفنية والطبية وكمان طبعا المعنوية باعتباره قائد للفريق هيكون جاهز لقيادة الفريق إن شاء الله في مباراة سيراميكا غيرا لو رحنا لحراسة المرمى في الزمالك عندنا صبحي وعواد متوقع من جميز حينزلتك؟ أشكرك على السؤال ده لأن فعلا كانت نقطة محورية في حسابات جزيج وميز الفترة الأخيرة وخصوصا بعد عودة محمد صبحي وتميزه في المباراة الودية اللي خادها الزمالك استعدادا لبطولة الصوبر ولكن أعتقد أن الجهة أو الرؤية في الجهاز الفني إن محمد عواد هو اللي يكمل مع تقلقه في بطولة الصوبر الأفريقي وقيادته بقى الفريق سواء في المباراة أو في رقالات الترجيح إن هو يفوز بالصوبر الأفريق أعتقد التوجه داخل الجهاز الفني بأن يستمر محمد عواد هو حارس مرمى الفريق وبالمناسبة بطولة الصوبر المحلي فيها تميز أو فيها بقى هتبقى عين كده على الأربع حراس يعني محمد بسام كمان مع سراميكا مع سراميكا أدي أداء رائع جداً في فترة أخيرة وبالمناسبة في التمرين بتاع أمس كانوا بيتضربوا على رقالات الترجيح وهو كان من المميزين جداً فيها في التمرين ومميزين في صد رقالات الترجيح لأننا عارفين أن لايحة البطولة ما فيش وقت إضافي في نص النهائي يعني بكرة أي مباراة لو وصلت للتعادل على طول هنلجأ لرقالات الترجيح مباشرة إنما النهائي هيبقى فيه إكستراتاي يعني النهائي فقط هو اللي هيكون فيه إكستراتاي هل الفرق الأربع بتعاني من غيابات معينة هتأثر عليها خلال طبعاً المتشاط اللي جاية المبارات اللي جاية أعتقد أبرز الغيابات وإحنا بنستعرض برامد زي قولنا وليدي كارتي هو ده الغياب الأساسي أو البارز فيه إذا مالك فيه نصف النهائي تحديداً هيبقى عنده دونجا والزناري غايبين ما أعتقدش إن حد فيهم هاي الحق أو ما أعتقدش كمان إن حتى لو خدوا تمرين النهاردة الجهاز مش هيغامر بيهم في مباراة بكرة يعني أعتقد إنه هو هيجهزهم ويستمروا التأهيل لو وصلوا النهائي أو لمباراة المركز التالي في النادي الأهلي ما فيش غير الغيابات الطويلة اللي هي أساساً ما سفرتش مع الفريق للإمارات تعالي معلول ومحمد هاني وكريم فؤاد نتمنى لهم طبعاً العودة بسلامة الله هتأثر الغيابات دي؟ شوف أنا عايز أقولك على حاجة طبعاً إن النادي الأهلي بنذكر إن النادي الأهلي الطرفين كمان يعني هو بس مش بس الأسماء كبيرة ده هي في مركزهم في الملعب محمد هاني وعالي معلول أكيد مؤثرين بس أعتقد إن النادي الأهلي بالسكوات بتاعته بفكر مارس الكولر ما بيعتمدش فقط على إسم أو إسمين العناصة الموجودة حتى جمهور النادي الأهلي بيحب دايماً جملة إن الأهلي بمن حضر إن أي 11 لعب موجود بيرتدي التشيرت الأحمر جاهزين وإن هم يقدروا ينفسوا على البطولة النادي الأهلي عنده سكوات كويس جداً بس فكرة المركز الزهير الأيمن هي اللي هتبقى مختلفة شوية يعني إحنا شوفنا في مركز الزهير الأيصر يحيح يعطيها طوله وشارك وقدم بشكل جيد في إمبارات السوبر الأفريقي وقدم نفسه كصفقة جيدة جداً معد الله هل بقى يبقى عمر كمال في الناحية اللي مين هل ممكن يبقى إسمي تاني نشوف بقى يعني رؤية مارس الكولر أسألك عبد الحميد على فكر كولر في الماتشة يعني التاكتكس اللي ممكن يلعب بيها الخطة اللي ممكن يلعب بيها كولر في ماتشو مع سراميكا شوف أعتقد أن الكولر مدرب يعني مش عايز أقول تقليدي أو كلاسيكي بلغة الكولر بس هو فعلاً ما بيحبش يغير كتير ما بيحبش يعمل مفاجآت كتير نفس الطريقة نفس الطريقة وقريب جداً يعني ممكن يكون تسعة أو عشر العيبة من العيبة اللي لعبوا في السوبر لأفريكا أمام الزمالك ممكن يكونوا موجودين في تشكيل مباراة سراميكا ما أعتقدش هيبقى فيه اختلافات كتير اللهم إلا زي ما قلنا بفكرة مركز الزهير الأيمن هو اللي ممكن يبقى فيها التريكة الفنية وأعتقد كولر هيميل أن يبقى عمر كمال هو اللي بيقدي فيه مركز الزهير الأيمن طيب لو وصلنا الأهلي وزمالك في النهائي كولر وجومز هيعملوا إيه؟ جومز أثبت تفوقه حتى على مستوى الأداء التكتيكي في الملعب أكتر من مرة على مارس الكولر يعني حتى في مباراة الكاس الناد الأهلي هو اللي قدر يكسبها كان فنياً وفي إدارة المباراة كان جومز ليدنج أكتر وكان مقدي المباراة بشكل أفضل من مارس الكولر وآخر جولة طبعاً كانت جولة السوبر الأفريقي اللي قدر أنه جوزي جومز بتفوق واضح ليه وفي إدارة الزمالك أنه يتفوق على مارس الكولر أعتقد هيبقى فيها حتة أما أحبش أقول السقر أو رد اللي أعتبر في الكولر بس هيبقى فيها منافسة شارسة جداً بين الاتنين وخصوصاً إن مباراة الأهلي والزمالك دايماً بتبقى وخصوصاً السقر أفريقي كان دايماً كنا حاسين أن الأهلي هو اللي هيكسبه يعني نحن داخلهم للفرق كلنا وإحنا متأكدين طبعاً كان تغير كبير جداً من لعبة الزمالك وكأنهم منظمين بشكل كبير كانوا بيتحركوا بتحركات تكتيكية مفقدوش الشغف خلال المباراة وهم محافظين على أنهم على نفس الوقت وده مش طبيعة لعبة الزمالك دايما مفقد معاك وده يحسب أيضاً لجوزي جوميز وأعتقد إن كمان في حزبة فنية كده بيحسبها وتحديداً في الجانب الأيصر ربما يفاجئنا بيها سواء في مرات براميز أو في النهاية لو وصل لها وهي جابهة محمود بن طيج وكونراد مشلك كونراد قد يكون ليه حزبة كده وقد يكون أحد نجوم الزمالك في بطولة الصوبر المحل عبد الحميد العين كلها طبعاً على الأهلي والزمالك بالتأكيد نهاية أهلي والزمالك ممكن يحصل مفاجأة يعني طبعاً الكورة ملهاش كبيرة يبقى سراميكا براميز ما معرفش أنا بقول يعني أنا ورضو هنا برؤيتك كده ممكن يحصل مفاجأة ومين ممكن ليقدم المفاجأة دي أكتر سراميكا ولا براميز وارد جداً وعايز أقول يعني إحنا دايماً وده مستبعد لا لا خالص غير مستبعد بس أنا عايز أقولك إن إحنا دايماً زي محرطة قلت العين دايماً على الأهلي والزمالك ثم نسبياً براميز بس فريق سراميكا مع وجود مدرب مخاضراً جداً ورائع جداً وكابتان أيمن ورماضي مع وجود صفقات إحنا لسه ما شفناهاش على تشكيل السراميكا فخر لقائي بتنزل على الملعب بتشتغل إزاي على الأرض هتعمل إيه بالضبط فوارد جداً يكون مفاجأة يعني رسالتي للأهلي والزمالك ما يفكروش في النهائي قبل ما يفكروا في مبراتي بكر لازم جداً ناد الأهلي يحترم جداً سراميكا ويفح تقرص مبارات سراميكا وكذلك طبعاً مهم جداً وصفقاته قد تكون يعني ممكن نشوف فخر لقائي بيلعب ممكن نشوف محمد صادق ممكن نشوف حسين السيد الزهير الأيصر المنضم لهم من المصري في أكتر من اسم السراميكا ممكن يعمله شكل فني للفريق مغايف فلو الأهلي فكر في النهائي لا ممكن يلاقي منافس قدامه بيتعابه في التسعين دي وفي تالت ورابع على فكرة في البطول مرات تحديد المركز تالت ورابع تبقى أيضاً يوم الخميس يعني الخميس هيكون ختام الكارنفال الجميل جداً في الأراضي الإمراضية بطولة السوبر المصري للأبطال يعني أحنا بكرة إن شاء الله الحد والخميس عندنا مباريات هامة جداً هنتبعها أنت متوقع بكرة مين؟ الأهلي يعني نقول مثلاً بالنسب المقوية الأهلي 60-40 أو 65-65 أنا هيلعب مع سراميكا مع سراميكا زمالك وبرامت زمالك وبرامت زمالك وبرامت زمالك وبرامت وعامل صفقات كمان عبد الحميد قوية جداً حقيقة عبر حمان مجدي من أفضل الأجنحة عامل شغلة هاي مصر صديق أجولة من جايب مصر يوسف أوباما صفقة انتقال حر أسماء جيدة جداً بخلاف أصلاً القايمة اللي بتاعتهم القايمة اللي هي أصلاً مميزة مع بالمناسبة كمان يوريشيتش مدرب حافظ الفرقة وقدى أداء جاي جداً وكان منافس لآخر خطوات في بطولة الدوري وقدر أنه يتوق ببطولة الكاس فلا نغفل أبداً في فريق برامت عشان كده أنا بعتبرها 50-50 حتى وإن حطينا في الاعتبار أن المواجهات التاريخية لصالح الزمالي في حزبة نفسية للعيبة وهي داخل المباراة إن أنا ليدنج وإن أنا كعب عالي على الفريق ممكن ده يكون العيبة الزماليك بتحسه شوية قدام برامت ولكن أنا بعتبر المباراة 50-50 الكارنفال الكرة واللي احنا شايفينه ده بتصطديفه الإمارات عايز أسألك بقى على التنظيم هنا أبو ظبي واستضافتها للسوبر المصري شايفوا إزاي والاستعدادات مش 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 أول مرة طبعا السوبر بيتلعب على الأراضي الإماراتية بشكل جديد دلوقتي ده بوجود أربع فرق وأعتقد كمان مع تصريحات السيد السيف الوزيري ربما يكون نشوف نسخ جديدة في الإمارات السنوات القادمة إن شاء الله في الإمارات ما بيأسروش بصراحة الأشقاء العرب عموما حتى بالسوبر الأفريكي لما استضافته المملكة العربية السعودية كان خارج بشكل رائع جدا وكمان موسيقية يعني الحضور مش بس الجلالة المصرية الجلالات العربية كمان اللي موجودة أهل والزمالك أكبر أكبر اسمين في الأندية العربية مع احترامنا الكل الأندية بس ليهم شكل تاني وليهم جمهورية في كل حتة من المحيط للخليق فوجود الأهل والزمالك في الإمارات أعتقد هيحظى كمان نشوف بكرة الملعب ممتلئ إن شاء الله من مشجع الأهل والزمالك زي ما بيأسروش أبدا بالمناسبة أيضا موسم الرياض راعي لبطولة كأس السوبر المحلي ففيه زي ما قلنا كارنفالية عربية عموما هي أندية مصرية بتقامع الأراضي الإماراتية وأيضا برعاية سعودية فهنشوف حاجة جميلة جدا من وجود كمان كل الجاليات زي ما أنت قلت وكل الجامهير اللي موجودة في الإمارات هتبقى حريصة على الحضور ومتشوف نجوم الكرة المصرية الأربع فرق عايزك تقول لي مين المتوقع تكون شايفه هو بطل فريقه في كل مباراة تمام في الزمالك زي ما قلنا طبعا فيه أسماء كبيرة جدا معروفة بس أنا هقول مفاتيح الفور ممكن هينزل بديل لسف الجزيرة بس هيكون من الأسماء النجوم هو كونرال انشلاك ده في نادي الزمالك النادي الأهلي في التدريبات وفي التقارير اللي جايلنا من الإمارات بيرسي تاو مركز جدا وظهر الحماس عليه في المرات بيرسي وحسين الشحات أعتبرهم هيكونوا من نجوم النادي الأهلي في سيراميكا أعتقد المفاجآت الجديدة أو الأسماء الجديدة هي اللي ممكن تكون مفاجأة وتحديدا فخر لقاي في بيرامدز فيه أكتر من اسم صراحة بس يبقى فيستوم مايلي هو المهاجم للرأس الحرب أو النجم الأساسي للفريق نتمنى نشوف أكتر من النجم ونتمنى نشوف أداء جميل جدا من الأربع فرق في البطول إن شاء الله رب كلنا كده وكل عشاق الكورة يشوفوا كورة مصرية حلوة ومختلفة بتتلعب في السوبر بشكرك شكرا جزيلا على التحليل وكل المعلومات الناقض الرياضي الأستاذ عبد الحميد ألف شكرا أفراج بشكرك شكرا جزيلا نورتنا وشرفتنا ألف شكرا بشكرك نورتنا وطبعا